سلوى المطيري اللي واضحة طبعا موجودة معانا على الشاشة دلوقتي بيترحب بيها بالتأكيد وكانت بتطالب كمان بإصدار قانون جديد يسمح للكويتيات يعني من هما أنا عايز أتأكل برضو من الكلام ده إن هما يشتروا أزواج ويكون شكلهم حلو من دول إسلامية ده يعني لمنع الزنا والخيانة وتحسين السلالة السلالة أهلا وسلام بحضرتك يا هلا ومرحبا بجد يا سلوى سلوى الكلام ده أهلا وسلام سلوى سلوى الكلام ده بجد ولا أسيء فهم دعوة حضرتك أو تم تحرفها ولا إيه لا صحيح الدعوة لأني أنا يعني مؤمنة إيمان تام إن القرآن الكريم لكل زمان ولكل مكان فيعني ذكر الجواري والعبيد ذكر أكتر من فقرة في القرآن يعني حسب ما أنا يعني تدريني أنا أشتغل استشارات اجتماعية ووفق راسين بالحلال هيرحبوا بفكرة الجواري إن يبقى زوجها يروح مكتب ويشتري جارية واتنين يعني إزاي؟ الإنسان المؤمنة يعني ترضى بشرع الله بما يطلب منها دينها يعني أنا بالرأي هذا هو الحل الصحيح يعني لتقليل الخيانات والأمراض المنتشرة يعني مو بس بالكويت في العالم يعني هذا الشيء مشكلة طيب غير الجواري موضوع إصدار قانون حداك بالطلبي بي يتيح للمواطنة الكويتية إنها تروح تشتري زوج أو تستقدم زوج من أوروبا أو دول البلقان ويكون ليه مواصفات خاصة يعني فاهميني الموضوع ده؟ يعني أنت شايفة أنا بنظري بنظري شهادة الوحدة هي كرامتها شهادتها هي كرامتها فإذا كانت عندها شهادة ويعني مفاتحة بيت وماديتها حلوة ليش ما تعف نفسها بأنها تساعد رجل يكون يعني من بلاد اللي فيها جاليات مسلمة تساعد لدخول للبلاد وهي يعني تساعد بفتح البيت الزوجية بس تحس إنها يعني شارية جوزها بفلوسها؟ لا مساعدة ليش إحنا ليش دايما نشوه الشيء؟ ليش ما ننظر الأشياء بصورة جمالية؟ بالعكس هي قاعد تساعدة هي تدفع الفلوس ما للتلفيز عصاص ييجي ويعني هي بيحس كها تساعدة يساعدها إنها تكون أسرها ويساعدها على الحياة ويكرمها يعني بأنها تكون زوجة له وأم عياله طيب حديك هتشوفي حديك حديك شايفة إن الرجل في الكويت يرحب بهذه الدعوة يعني أنا مواطن وابن بلدك يعني هنقل بالآية بقى وإنتي رايحة يعني تستقدمي زوج من الخارج وخاصان إن حديك قلت وأنا وقفت بقاوي قدام التعبير ده قلت زي ما بنفكر بتلطيف الجو بالسحابة الصناعية وزراعة مليون شجرة وفكر أيضا بتحسين النسل المقبل إشارة لأزواج يعني بمواصفات خاصة وشكل حلو صحيح صحيح هذا الكلام صحيح لأن يعني إحنا عندنا كثير من الجاليات المسلمة لكن يعني جاي من دول يعني جدا جدا دول فقيرة فلما دخلوا على البلد ما أشوف أن يعني كانت إنتاجيتهم أفضل لكن لو يأتون من دول أوروبا وهذا راح تكون يعني يحسنون البلد الأفضل وأنا لاحظت شي هذا في دبي لما أتوا إلى دبي يعني أصبحت دبي يعني علم من أعلام دول العالم يعني دولة أصبحت يعني معروفة طي نتمنى للكويت هذا الشيء مو أنا صراحة الفكرة مو بس للكويت حتى للوطن العربي وأنا بنظري ليش اخترت من الفئة هذه لأن بعض النساء دارسات ما تتحمل أن الرجل يتأمر عليها أو يعني فتفضل أن يكون زواجها مثل يعني زوج مثل الصديق لها وأنت تعلمين أن الوطن العربي يعني الرجل مفهومة دايما يكون في البيت مثل السي سيد وأن المرأة أقل منه فلكن الرجل أوروبي لا ينظر للمرأة أنها صديقة فبعض النساء يعني تحب هذا الشيء أن تكون زوجة وصديقة وتحترم لأن عندها شهادة وهل هتعبوا عليها فما ترضى الإهانة فأنا شايفة بالعكس يعني بالعكس أنا حضرتك عشان كده قلتي يعني أنه بيحصل صدام مع الأزواج الكويتيين وهنا بيقع الطلاق فالأفضل اللقوء لي نكلم على المواصفات الخاصة أنه مع استقدام الزوج ده يعني أنه هينفذ طلبات زوجته ويطيع أوامرها ويدللها وبذلك تقدي معه أحلى أيام حياتها بعيدا عن الصدمات والمنازعات نعم هذا ما نتمنى هذا ما نتمنى وهذا ما نطلب منه هذا إذا أخلف بند من بنود العقد يتحمل الخسارة اللي هي رح يعني لو ما ارتزمش بالعقد يعني طبعا حزتها رح يعني إذا يعني أرادوا أن يقروا قانون رح يكون فيه مستشاري ورح يكون فيه بنود معينة أستاذ سلوى يعني معلش أنا يمكن هكون بس لحديك سؤال شخصي وحديك ليك يبطلق الحرية أنك هتجاوبيه أو لا متزوجة حديك أستاذ سلوى؟ والله أنا سبقا تزوجت طب تمام طب أستاذ سلوى يعني قوليلي يعني المرة الجاية بقى أو الزيجة القادمة إن شاء الله هتكون بالفيكة لحدك أثرتها يعني عندك هتبدأي بيها أكيد هتبدأي بحضرتك أيوة شوفي أختي والله ما أكذب ألا وهو أني دائما إذا قلت شيء أكون مقتنعة فيه دائما لازم الخلاص بالعمل هذا ولا خلاص بالعمل أني اشتطحين شيء وتكوني أنت مقتنعة فيه طيب بالعكس إن شاء الله أنا أتمنى الشيء هذا طب هتعمليها إزاي؟ يعني حط عينك على بلد معينة شكل مهين يعني قوليني بس يا صلوة خلي هزة الحزقة طب خلينا نتكلم بقى يعني ممكن يعني بنتكلم فيها في إطار آآ ممكن نضحك آآ لكن في نفس الوقت ممكن الفكرة بتاعتها دي جديد تصير ردود أفعال يعني آآ ممكن يكون لا قبل حضرتك بيها يعني ردود أفعال سواء على المستوى الداخلي من الكويت نفسها أو سواء على مستوى منظمات حقوق الإنسان واللي هتعتبر فكرة الدواري والبيع والشراء واستقدام أزواج يعني فكرة مخالفة للطبيعة الإنسانية والحق الإنسان وكرمته يعني قولي ردود الأفعال اللي حضيك بدأت تتبعيها سواء على المستوى الداخلي أو حتى على مستوى الدائرة الأضيق اللي هي دائرة أصل الحضيكة على سبيل المثال أوكي أوكي حبيبتي سمعيني أنا أولما طرحت فكرة الجواري طبعا فكرة الرجال مبسطوا لما طرحت فكرة الرجال يعني سوري النساء يشتروني الرجال آآ شو اسمه اتصلوا علي وكانوا متضايقين وقالوا أنت كنت بديتي ش حالذش ليش شذي يعني فقلت يعني أنا آآ يعني أتيت بهذا كلام من القرآن الجواري والعبيد يعني الله سبحانه وتعالى مفضل في القرآن لم يفضل الرجل على المرأة بالعكس خلا من حق الرجل أن هذا يعني يتزوج الجواري ومن حق المرأة كذلك لكن ش اسمه من ناحية تقول حقوق الإنسان يا أختي أنا قاعد أقول أسم قانون والقانون لا نحط ما ينظلم في أحد ما نستعبد أحد ألا وهو أنه بس نحط له يعني يعني حقوق له وحقوق للطرف الآخر يعني يعني ما نبي نخسر بناتنا ولا نبي نخسر هذول اللي جاي من بره بالحكس يعني أنا يعني أنظر للموضوع إن شاء الله ما رح يكون في ظلم لأي طرفين صدقيني ما رح يكون في ظلم لأي طرفين وأنا لما سنيت للرجل الجواري أقصد يعني يكون الموضوع فيه يعني نوعية من الحلال لأن اللي قاعد يصير حين يصدق الله يا ربي يأتون في الفتيات للعمل بالدعارة فإحنا نبي نعني نرضي الله سبحانه وتعالى وبنفس الوقت نسعد هذا الرجل الذي يمتلك من الخير ويبي يتمتع طيب بنتكلم عن ما حلل شيء إلا فيه فايدة للإنسان بنتكلم عن قانون بنتكلم عن مشروع أو فكرة قانون يبقى هنا نزم نسأل عن مجلس الأمة مجلس الأمة الكويتي هل حضرتك لك أي كويت حديك مرشحة قبل كده لنتخبات مجلس الأمة تواصلتي مع أعضاء مجلس الأمة النواب لقيت أي ترحيب لقيت أي اعتراض وله يعني في الناس واقفين معي فيه لا ضدي لكن حاليا يعني إن شاء الله يعني أنا إن شاء الله بتداول الموضوع هذا مع أحد النواب اللي أحس إن يعني تقدرين تقولين يعني يعني إنسان يعني جدا جدا ملتزم وذو مبدأ ومخلص له العضو وليده الطبطبائي يعني هذا رجل جدا جدا والمطيري بشكر أحدك شكرا جزيلا النشطة السياسية والاجتماعية والمرشحة الصادقة لانتخبات مجلس الأمة وفكرة مسيرة للجدل وعلامات استفهام كثيرة جدا بخصوص دعوة لفتح مكتب الجواري وفي المقابل استقدام أزواج من الخارج بعد الفاصل